عقد حزب الإصلاح والنهضة الجلسة النقاشية العاشرة من سلسلة الصالونات السياسية حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان ريادة الأعمال في مصر، التحديات والفرص تناول الصالون التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وبئة ريادة الأعمال في مصر بالإضافة إلى دور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد المصري ودور المؤسسات المختلفة في تنمية ريادة الأعمال في مصر ريادة الأعمال هي دي مجتمع الشباب اللي بدين في أعمال هي تعتبر صغيرة نسبياً أو أفكار جديدة داخل المجتمع طبعاً في أي اقتصاد معروف في أي اقتصاد شغال في أي حتة في العالم لبه وأساسه هي الأفكار الجديدة اللي بتتضخل وأنه هو قيادات اقتصادية بتبرز في السوق فعلى استعرف قوة الاقتصاد ده ماشي زي ورايح فين ابحث عن عدد رواد الأعمال اللي بيخشوا سنوياً وبيأسسوا الشركات وبيأسسوا مشاريع وبتنجح وبتجبر النهاردة جلسة العشرة من ضمن سلسلة جلسات متعلقة بموضوعات حوار وطني يمكن في خلال الجلسات السابقة تناولنا سواء المحور الاقتصادي والاجتماع والسياسي النهاردة واحدة من أهم الملفات المتعلقة بالمحور الاقتصادي وهي المتعلقة بريادة الأعمال الدولة مقدمة عدد كبير من الحوافز التشريعية في سوابها كان في تشريع قانون تميت المشروعات 152 لسنة 2020 أو قانون هائلة التنمية الصناعية أو غيرها من القوانين الحوافز في منها حوافز ضريبية يعني المعاملة ضريبية بقت معاملة ضريبية مبسطة وبقت ضريبة على حجم الأعمال سبتة ومخفضة جداً هي بالناقش أهم التحديات وأهم المشاكل بتقابل رواد الأعمال وبتكون معوق لهم في إنشاء شركاتهم والتوسع مش بس محلياً لكن كمان إقلومياً ودولياً الحقيقة النقاشات يمكن موصلة أنه عندنا تحدي في نشر ثقافة رواد الأعمال وإزاي يبقى الشباب مقبل على هذا النوع من بناء الأنشطة الخاصة بالأعمال والشركات النشئة نهارده لقاء مهم جداً لمنقشة التحديات والمعض المشاكل اللي بتقابل رواد الأعمال في مصر والفرص اللي ممكن تكون محتاجينها لأن ده قطاع مهم جداً مصر فيها عدد كبير من رواد الأعمال من أكبر الدول في المنطقة اللي بتطلع الشركات النشئة والشركات النشئة أكبر عدد استثمارات في المنطقة للشركات النشئة المصرية اشتركوا في القناة